السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزاء طلاب الصف الاول الثاناور جعنا لكم تاني في فيديو جديد بنكمل في حل وشرح اصيل كتاب لامتحان نسخة عشرين اتنين وعشرين الحلقة رقم تمانية هنحل فيها من صفحة اتنين وسبعين حتى صفحة خمسة وسبعين اسئلة الابن بوك والاختيار من متعدد اول سؤال معنا اليوم طبعا بنحل فيهم صفحة اتنين وسبعين حتى صفحة خمسة وسبعين السؤال رقم واحد بتكلم طبعا على حرارة الزوبان وحرارة التخفيف سؤال رقم واحد بقول المعادلات الحرارية التالية تعبر عن تغيرات فيزيائية معادة طبعا هنكتب جملة بسيطة كده هتساعدنا كل تحولات المادة تغيرات فيزيائية طيب ايه هي تحول المادة اللي عندنا زائد طبعا الزوبان والتخفيف ايه هي تحولات المادة اللي عندنا عد لانسهار تحول المادة من الحالة الصلبة الى الحالة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة ده انسهار اتنين عندك تجمد العكس بقى تحول من السائل مين للصلب عندك بعد كده التبخر اللي هو تحول المادة من الحالة السائلة للحالة البخارية وأربعة اللي هو التكاثف وده عكس التبخر بيبقى تحول مادة من الحالة البخارية للحالة السائلة في حالة خمسة من تحولات المادة تبقى عارفها اللي هو التسامي والتسامي ده تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة البخارية مباشرة دون المرور بالحالة السائلة وطبعا ده نشوفه هنا طيب هنا أول حاجة جاب لمادة صلبة وعمل لها عملية انصهار يبقى سخن وحصل انصهار. عرفت من ايه ان هو انصهار? تحول من صالب الايه? لسائل. يبقى ده اول حاجة حصلت معي اللي هو الانصهار. طيب يبقى ده تحول او تغير فيزياء. هنا اي جي موجب زائد سي ال لسالب بيعطي اي جي سي ال لسولد. طيب انت عندك هنا ديت ايونات اتحدت وكونت راسب دوس متفاعل ترسي. كنا درسينه في التلم الاول لما كنا بندرس المعادلة الايونية. يبقى هو ده التفاعل الكيميائي ده اللي هنختاره. طيب تعال هشوف كده. هنا اي تو السولد اللي هو اليود الصالب. لما هنسخنه هتحول الى اللي هو بخار. فده اسمه ايه? تسامي. طيب يبقى احنا كده. ده برضو تحول من التغيرات الفيزيائية. عندك اتشي تو او بيبور هتحول الى اتشي تو او ليكود. يبقى ده عملية تكسف. والتكسف تغير فيزيائي يبقى كلهم معدمين بي. نروح بعد كده لي السؤال رقم اتنين. بقول ايه المعادلات التالية تعبر عن حرارة الزوبان. طبعا حرارة الزوبان بتبقى دلتا ايتش السولي اوشان. طبعا حضرتك هنا الاولانية ديت ايه جي انو اسري اقوص. طبعا اللي بيدوب بيبقى مادة صلبة. يبقى دي مش نافعة. طيب هنا ايه جي انو اسري سولد تمام. وطر هيقى ايه جي موجب انو اسري سالب تمام دلتا ايتش فورميشن ليه حرارة التكوين يبقى ده غلط. ناوزين زوبان. ايه جي انو اسري سولد هيعطي ايه جي سالب هولو ده غلط ليه مبدل? يبقى هنختار له الاختيار دي ليه? ايه جي انو اسري سولد بوطر ايه جي موجب اقوص انو اسري اقوص ايه دلتا ايتش السوليوشن اهو نبقى ده حرارة ايه? ده حرارة زوبان. نروح بعد كده لي السؤال رقم ثلاثة. بقول لما قيمة حرارة الزوبان المولارية. طيب احنا عندنا هنا كده سي ايه سي ال تو. ده لما هيحصل له عملية الزوبان في وطر هيقاطي هنا كده سي ايه موجب اتنين زائد اتنين سي ال سالب دلتا ايتش. ده هتبقى مطلوبة. احنا هنشتغل بالمقاص. هقول له مطلوب. هو عاوز حرارة الزوباني. بقى عاوز دلتا ايتش. وطبعا حرارة الزوبان بتكون لكم مول? واحد مول. واحد مول ده لو انا حسبته كتلته من المعطيات ديت هيطلع مية واحداشر جرام. يبقى مية واحداشر جرام اصادهم اكس. في حين ان هو قال لما هيدوب واحد واحد من عشرة جرام هيعطي لنا طاقة مقدارها سالب تمانية من عشرة. طبعا احنا هنا مش هنغير الاشارة لانه بيقول لما قيمة حرارة الزوبان اللي هي دلتا ايتش. وقال لما قدر التغير يبقى احنا عندنا هنا عطي دلتا ايتش وطالب دلتا ايتش يبقى كده مش هنغير الاشارة. وبالتالي اكس هتساوي مية واحداشر جرام في سالب تمانية من عشرة دي جرام الشباب. على واحد واحد من عشرة وبالتالي الرقم بتاعنا هيطلع سالب تمانين واثنين وسبعين من مية اللي هو الاختيار سي. نروح بعد كده للسؤال الرقم اربعة. بول ما قيمة التغير في المحتوى الحراري. الناتج عن الزوبان طلب هنا برضو دلتا ايتش. بس هنا عن زوبان قد ايه اتنين وثمانية من عشرة. طيب هنكتب المعادلة بتاعتنا. هنا كي او ايتش. اول. لما هيدوب في المية. هيعطي كي موجب. و او ايتش سالب. وهيعطي لنا كمان دلتا ايتش بتاعتنا. هتساوي سالب. سالب تمانية وخمسين وخمسة من عشرة. طيب ده هيبقى معطى. معطى كتلة اتنين وتمانية من عشرة. مطلوب هنا دلتا ايتش. وصادها اكس. المول من ده هو اعرف احسب كتلته تسعة وتلاتين زي ستاشر زياد واحد بيساوي ستة وخمسين جرام. ستة وخمسين جرام انطلق عنهم طاقة بتساوي سالب تمانية وخمسين ونص. هضرب طرفين في وسطين واجيب له الاكس. يبقى الاكس بتساوي. خلي بالك. الاكس بتساوي. اتنين وتمانية من عشرة. في سالب. في سالب تمانية وخمسين ونص. على ستة وخمسين. الناتج هيطلع طبعا بالسالب. وهيبقى سالب اتنين وتسعمية. خمسة وعشرين من الف. اللي هو تقريبا الاختيار اي. جيل وجولي بقى الاختيار بتاعنا الاختيار اي. نروح بعد كده للسؤال رقم خمسة. بقول هنا. ما قيمة حرارة الزوبان المولارية لبروميد الليسيوم. طبعا اول حاجة اعطلنا كتلته المولية وعطلنا كتلة مادة. هجيب له الان اللي هو عدد المولات. عدد المولات بيساوي كتلة مادة على كتلة مول يعني سبعتاشر وتلتمية تمانية وستين. على كتلة المول ستة وتمانين واربعة وتمانين من مية. هتساوي اتنين من عشرة مول. طيب بعد كده بيقول لي ده انا كنت له عدد المولات. هو بقول لما قيمة حرارة الزوبان المولارية. النتجة المولارية البروميد الليسيوم اذا علمت ان هو عند اذابت الكتلة ديت منه في كمية من الماء لتكوين لتر. خلي بالك من موضوع اللتر ده عشان هيبقى الف جرام. هنستخدمه واحنا بنجيب الكيوبي. الكيوبي طبعا بتساوي ام في سي. في دلتا تي. الام بتاعتنا اللي هي الف جرام. في السي اللي هي الحرارة النوعية للمية بتبقى اربعة وتمنتاشر من مية او المحيول. في دلتا تي. بقول لي ارتفعت درجة الحرارة بنقدار اثنين وثلاثة من عشرة. طيب. احنا هنا هنكتب في الهمش كده دلتا تي. ارتفع تبقى بالموجب. الكيوبي هتطلع بالموجب. دلتا ايتش هتطلع بي السالب. عشان نستبعد اللي اجابتين الموجبتين دولا. ونشتغل على الاتنين اللي تحت. طيب بعد ما جبت الكيوبي هنطلع معنا رقم. هنحسب الرقم ده كده مع بعض. النتك زي ما قدامك كده تسعة تلاف ستمية واربعة وشر. تسعة تلاف ستمية واربعتاشر جول. انا هقسم على الف عشان احوله الكيلوجول لان كله هنا بالكيلوجول. فيبقى تسعة ستمية واربعتاشر من الف كيلوجول. بعد كده هنقوله دلتا ايتش بتساوي سالب كيوبي على مين على ان. يبقى الرقم اللي معايا اللي هو تسعة ستمية واربعتاشر مقسوم على اتنين واربعة من عشرة بس بإشارة ايه سالبة. الناتجة هي ساوي تمانية واربعين وسبعة من مية اللي هو الاختيار دي. نروح بعد كده لسؤال رقم ستة فكرته جميلة جدا. بقول عنده اذابة تمانية جرام من ملح دا اسمه مذابة يا شباب. الى مساعر كوب اللي هو مساعر حراري يعني يحتوي على مية خمسة وعشرين جرام ده هو مذيب. جبقى انت اول حاجة هتجيب له كتلة المحلول. بتساوي كتلة مذاب زائد كتلة مذيب. يبقى بيساوي تمانية جرام زائد مية خمسة وعشرين بيساوي مية تلاتة وتلاتين جرام. طيب بعد كده بيقول لي بقى احنا عاوزين ايه? بقول لي انا انخفض الدرجة الحرار. هتعمل كده يا شباب دلتا تي. بالسالب يبقى كيو بي بالسالب يبقى دلتا اتش بتساوي مقدار موجب لذلك جيب كله بالموجب هناو. هنطبق القانون بتاعنا اللي هو الكيو بي بيساوي ام في سي في دلتا تي. متشغلش بالك بالبارضيات اصوات عادية يعني موجودة في مصر كلها. ام في سيف دلتا تي. الام بتاعتنا مية تلاتة وتلاتين. في السي اللي هي الحرارة النوعية اعطيها لنا اربعة واثنين من عشرة. في الدلتا تي اللي هو فرق درجات الحرارة. طبعا انخفض الدرجة الحرارة من كام? من اربعة وعشرين. واثنين من عشرة. الى تمنتاشر. واثنين من عشرة. لو طرحناهم قلنا تي تو ناقص تي. وانا هيطلع معايا سالب ستة. بان الناتج بتاعنا بيساوي. الناتج سالب تلات تلاف تلتمية واحد وخمسين وستة من عشرة. طبعا هنالسم على الف عشان نحوله من جيل لكيلو جول. فيطلع معايا سالب تلاتة. و تلات تلاف خمسمية وستاشر من عشرة تلاف كيلو جول. طيب هنا كده ده الناتج بتاعنا. طبعا احنا جبنا الكيو بي. انا عاوز دلتا اتش. هقولو دلتا اتش بتساوي سالب تيو بي على مين? على ان. يبقى الرقم بتاعنا ده سالب. وسالب جوه. تلاتة تلاتة خمسة واحد ستة. هنقسم على الان اللي هو عدد المولات. طبعا عدد المولات كتلة مادة على كتلة مول. يبقى الان هنا كان لازم نجيبه الاول. كتلة مادة تمانية على كتلة المول من نطرات الامونيوم. لما تحسبها تطلع معاك تمانين يبقى واحد من ايه? من عشرة. يبقى ايه? نروح بعد كده لسؤال رقم سبعة. بولو يعبر عن ذوبان ملح كلوريد الماغنيسيوم في الماء لعمل محلول مشبع بالمعادلة دي. ما كمية الحرارة المنطلقة. عاوز الكيو بي. عند ذوبان تسعتاشر جرام من كلوريد الماغنيسيوم. اول حاجة هجيب له الان اللي هو عدد المولات بيساوي كتلة مادة على كتلة مول. لوا 19 على 95. عدد المولات هنا بيساوي اتنين من عشرة مول. بعد ما جبت عدد المولات هقول له احنا عندنا الكيو بيه هنحسبه من القانون سالب. دلتا اتش في ان. يبقى احنا عندنا سالب. افتح قوص. سالب مية خمسة وخمسين. في الان اللي هي اتنين من عشرة. سالب في سالب هيطلع بموجب. يبقى احنا نستبد السالب اللي تحت ده. هنا الناتج بيساوي. الناتج هيساوي موجب واحد وتلاتين كيلوجول يبقى الاختيار بتاعنا ايه? طيب تعالي بقى نشوف السؤال رقم تمانية. سؤال رقم تمانية بيقول لي ايه مما ياتي يعبر عن الاشارات الصحيحة لقيم دلتا اتش. فصل يبقى دلتا اتش موجب. فصل يبقى دلتا اتش موجب. فصل يبقى دلتا اتش موجب. يبقى نختار له واختيارنا هو ألف أي فصل كسر ماس موجب يبقى الاختيار بتاعك ألف راح بعد كده للسؤال رقم تسعة بقول أي مما يأتي تكون قيمته أكبر ما يمكن في الزوبان الطارد طبعا إحنا عندنا الزوبان الطارد هتبقى شرطه بالسالب تبقى من اللي إشارته السالب عندنا في الزوبان بيبقى دلتها H3 يبقى لازم دلتها H3 يبقى قيمتها أكبر يبقى الاختيار بتاعك هيكون الاختيار C سؤال رقم عشرة بيقول لي يعبر عن حرارة الزوبان المولارية لملح بروميد بالمعادلة دي الزوبان عندي هنا بإشارة سالبة يبقى الزوبان طارد يبقى أنت هتستبعد عملية الزوبان مصة وهتستبعد مصة يبقى استبعدت به ودال هتختار له ألف و ما بين ألف و ج طيب طالما الزوبان بتاعي طارد يبقى دلتها H3 أكبر من دلتها H1 زائد دلتها H2 فهنا بيقول لي عملية الزوبان طارد لأن مجموعة طاقتين فصل المذاب عن بعضها والمذيب عن بعضها أكبر لا هي أقل يبقى أنت هتستبعد كمان ألف وتختار له لاختيار جيم لأن مجموعة طاقتين فصل جزيئات المذاب عن بعضها والمذيب عن بعضها أقل من طاقة الإماهي بلاختيار جيم سؤال رقم 11 بيقول لي إذا علمت أن حرارة الزوبان القياسية لملح كولوريدي الكالسام سي إسي إلتو بيساوي سالب 120 كيلو جوه طالما السالب يبقى الزوبان بتاعنا زوبان طارد يبقى دلتها H3 أكبر من دلتها H1 زائد دلتها H2 أو تقول لي دلتها H1 زائد دلتها H2 أقل من دلتها H3 أي واحدة منهم موجودة في الاختيار يختارها فأنا أقول لك دلتها H1 زائد دلتها H2 بيساوي أقول لي دلتها H1 زائد دلتها H2 أقل من دلتها H3 أي وديات الاختيار الصحيح بلاختيار بتاعنا هيكون الاختيار بقى نروح للسؤال رقم 12 بقول لي إذا علمت أن دلتها H-Solution لكلوريد السوديوم تساوي 1 كيلو جول إذا علمت أن دلتها H-Solution لكلوريد السوديوم بتساوي موجة بواحد طبعا هنا موجة بيبقى الزوبان بتاعنا زوابان ماص بس القيمة اللي ايه لا يعني بول هنا ايا من ما يات يعتبر صحيح نوع زوابان ماص هتستبعد انت ايه طارد لاتنين اللي هو الفهو بقى طالما ماص يبقى مجموعة دلت اتش واحد زاد دلت اتش اتنين اكبر من دلت اتش تلات يبقى دلت اتش واحد ودلت اتش اتنين اشارتهم بالموجة بيكونوا اكبر يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار جيم نروح بعد كده للسؤال رقم 13 بول الشكل المقابل بيعبر عن مخطط ذوابان طارد للحرارة ليه الذوابان طارد لان ديات المتفعلات وهنا كده طلعنا الفوق نزلنا تحت التاني يبقى هنا ديات النواة يبقى ديات النواة وده مين المتفعلات طيب بول هنا الشكل بيعبر عن مخطط ذوابان طارد ايا مما ياتي يمثل واحد واثنين طبعا يا شباب اللي فوق ديات بتبقى طاقة ممتصة والطاقة الممتصة في الزوابان بتبقى دلت اتش واحد زي دلت اتش اتنين يبقى دي فوق دي طاقة ايه ممتصة طيب مين اللي ممتصة واحد واثنين طيب اللي تحت ديات هتبقى مين دلت اتش يبقى هنا كده بيقول لي اختار هقول له ايه بيعبر عن دلت اتش واحد زي دلت اتش اتنين لان دي طاقة ايه ممتصة ودلت اتش سوليوشن اللي هي هتبقى الفرق ما بين الممتص والايه والمنطلق يبقى ده ممتص ده كله ايه منطلق وديت دلت اتش اللي هي الفرق ما بينهم يبقى الاختيار بتاعنا هيكون ايه نروح للسؤال رقم 14 بقول لي هنا اذا علمت ان احرارة الذوبان القياسية لملح يديد البوتاسيوم بتساوي موجب 14 يبقى الذوبان بتاعنا ذوبان ماص ايا من العبارات الاتية يستحيل ان تكون صحيح ذوبان ملح كي اي في الماء طارد احنا قلنا ذوبان ماص يبقى الاولى ديت يستحيل ان يكون ايه صح يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الف مباشرة طاقة ايماهة ايونات الكي هتبقى بالسالب فعلا طاقة ايماهة ايوناتها تبقى بالسالب فعلا طاقة الارتباط بتكون اقل فعلا يبقى كله صح معده الف سؤال رقم 15 بيقول لي عند مقارنة دلتا ايتش السوليوشن لتفاعل واحد والتفاعل اتنين نستنتج منها هي التفاعل اولاني 25.7 من 10 والتاني 9 من 10 بالموم بقول لي استنتج ان التفاعل اتنين تكون طاقة فصل جزيئات المذابع عن بعضها تساوي تقريبا طاقة الاماهة طاقة التفاعل اتنين فعلا ليه لانه هو الفرق بينهم صبير جدا يبقى ده الاختيار الصحيح طيب تعال نشوف به وجيمه ده بقول لتفاعل اتنين تكون طاقة فصل جزيئات المذابع عن بعضها اقل من طاقة الاماهة لا طاقة الفصل بتكون اكبر من طاقة الاماهة لان الفصل موجب والاماهة بالسالب التفاعل واحد تكون طاقة فصل جزيئات المذابع عن بعضها اقل لا بتبقى اكبر لان احنا قلنا الفصل موجب والاماهة بالسالب والاتنين زي بعض التفاعل واحد تكون طاقة فصل جزيئات المذابع عن بعضها تساوي تقريبا تفاعل واحد لا ده فيه فرق خمسة وعشرين مش بيساوي تقريبا ولا حاجة يبقى ده كمان غلط يبقى الاختيار الصحيح والاختيار الف بكده انا بوصلنا لنهاية حلقة اليوم انتظرونا ان شاء الله في حلقات قادمة بالتوفيق يا شباب في موقع قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاية اعتذر عن الاسوات اللي موجودة او الشوشرة اللي موجودة ده حاجة خارجة عن ارطي ولكن حاول تكمل الفيديو في الظروف دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته